السلام عليكم وحشان يا جماعة النهاردة هنعمل مع بعض شوية فطاير ما حصلوش طبعا الحمد لله كل العجان بتاعتنا بتبقى مزبوطة ودايما بأكد عليكم في كل وصفاتي النهاردة هنعمل مع بعض أحلى فطاير بحشوة 2 نوتلة تقدري تستبدلي النوتلة بأي حاجة بتحبية ممكن تستبدليها بالجبنة بالمربة بالدجاج باللحوم بس طبعا الحاجات دي هتبقى مستوية عشان لو هتدخليها جوة المغبوزات شوفوا قدقيل عجينة حلوة وهشة وجميلة هتنفع قوي لو رايح الشغلة تقدر يتخدم من الخطاير دي لو رايح المدرسة نفس الشيء الكلية يعني في أي مكان حلوة قوي صغير وكبير وكمان سهلة ووسيطة وهنستخدمها على شكل البامكن عشان احنا زي ما انتم شايفين او تجوي دلوقتي الخريف هننزل المغبوزات بالطريقة دي احيب اقول اعملت قناه جديدة تابعوني عليها وباشكر كل الناس اللي تابعوني على القناه بتحتي اللي هي الجديدة هسيب اللينك بتاحها جوا صندوق الوصف وهسبيته معكم هستخدم الجزء من القرع بتاعنا اي نوع قرع بيبقى موجود عندك تأكد المهم ما يكونش من النوع اللي هو بيبقى سايل عامل زي الميا وبعد ما قطعته بشكل اللي انتم شفتوه حطيت عليه الزبدة حوالي كوبايتين من القرع هو اول ما بيستوي بيكش على الثون وويه نزلت عليه بمعلقة ونص من المياه وديته على البتوجاس حوالي كده خمس داق ست دقايق الاول ما لقيته دبل ويتحس ان هو ما بياخدش وقت في التسويق خالص وبعدين هتحانه بالشكل اللي انتم شفتوه عشان عايزي يبقى ناعم كأنه كريمة مفيش سكر فيه مفيش ملح مفيش اي حاجة هنا جبتي بقى نزلت بايه بالمياه مع السكر مع الخميرة هدوبهم مع بعض عشان هشتعل على العجينة بتحتي هستخدم هنا بيضاية ونزلت بالبيضاء والزبدة على الدقيق وهنزل هنا بيه اللي هو الارعي اللي عملناه مع بعض اللي احنا تحنناه مع بعض استخدمت على فكرة الزبادي وحطيته اول حاجة على الدقيق هتسيب كل المقادير جواه صندوق الوصف ايه طبعا انا هتاول ما اشغلت السرعة على السريع طبعا ايه يلا عدوها وبقى هبتدي بقى انزل بمياه ده فيها انا عارفة انكم تعدولي حاجات كتيرة قلبكو ما بيد لحد ما القوام وصل بشكل ده يعني ما بقتش بتلزق او مش متماسكة يعني هنطلعها ندفة تبارك الله يبقى المكونات عندنا سهلة وبسيطة عندنا البيضة واحدة عندنا الزبادي او اليوجرد عندنا الزبدة عندنا السكر الخامير زره من الملح اسمه قولوا معي بقى الارعى امك ارعى ويه المياه التفية احب اكد تاني يا جامعة لو انا فور اكزامبول كتبت ان المقادير في المياه كوباية مياه او كوباية حليب ده انا بديكم مسلا بس ما تسمعوش كلامي وتحطوا كوباية كاملة استخدموا الحليب بالتدريج بالتدريج نزلوا شوية حليب بشوية لحد ما تعمله قوام اللي انتو شايفينه معي بالزبط عشان فيه انواع دي ما بتقبلش حليب فيه انواع امين يعني ما بتقبلش ما بتاخدش كتير مياه او بتاخد كتير حليب فانزلوا شوية بشوية عشان تقدروا تتحكموا فيها دايما بنصح بكده هنا العجينة بعد ما خلصتها ده انتو شازيت وغطتها لحد ما ارتحت تاخد لها بقى الساعة نص ساعة على حسب الجو احنا في السيف او في الشتاء المهم يكون الحجم بتاعتها تضعب هبتدي بقى قطحة وهوزحة بشكل اللي هتشوفوه معايا العجينة بسيطة ما فيش فيها شغل نهائي اللي مش عايزة استخدم القرع اشي للقرع خالص وهقولك يعني تقدري تعملي ايه وهديك المقادير بدون القرع عشان اللي ما عندهوش قرع حين هبقى مسكتي عجينة وبعد موزعة المقاسات اللي انا عايزة وهستخدم النوتال احطها في النص تقدري تاني بقى اكد تقدري تحطي جبنة وتحط عليها النعناع زي اللي هم اهلنا في البلاد التانية في سوريا او في لبنان وتدخليها جوه المقبوزات او تعملي ايه تحطي لحمة اي نوع من اللحم اللي انت بتحبيها او تركي او تحطي دجاج اي حاجة المهمة ما تكونش فيها سوائل يعني ما تكونش فيها مياه عشان هدخلها جوه عجينة او ما دخل العجينة الفرن ما تستويش تبقى معجينة من جوه كده انتو وصل لكم انا عايزة اقولي تمام هجيبي لهو الخيط بتاع المطبخ اللي انا بعمل به اللحمة بتاعتي او الاستيك او بربيت دجاجة عشان ما يضطرش وهبتدي اعمالها بالشكل اللي انتو شايفينه وتعملي زي ممكن تمسك الخيط ده تربطيه وتسيبي مسافة عشان اول ما بتختمر الخيط ده هيقفل عليها عشان تقدر تخرجي لازم ما تقفليش اول خيط وتخليه على الاخر سيبي كده بتاع وان انش يعني حوالي اربعة سنتي او اربعة ونص كده تسيبي سبيس لانها اول ما هتختمر هتعمل لي قولي حتى هتجبر الخيط ده هيبقى لازق احنا بس بنعمل الشكل ده عشان يعمل الشكل اللي هو البامكن او الارعي زي ما هو موجود عندنا بالضبط وهبتدي بقى الخيط هتعمليه حوالي مسلس او شكل وردة رسي الخيط كله فوق بعض على اي عطول او اي حاجة هتستخدميها وتروحي حطها فوقيها العجينة وتبتدي تربطي وتسيبي المسافة اللي انا قلتلك عليها هنا بقى قلت بقى عشان الناس اللي ما عندهاش صبر او عايزة تخلص ممكن تعمل العجينة دي بشكل ده وتحط في النص انه تلا او اي حشوة زي ما قلنا هنا بعد ما ارتحت بعد ما عملتها كده وشكلتها ارتحت خلاص بصوا كنت سايبة مسافة جوه الخيط الخيط دلوقتي اتملأ ولازق فيها بس اداني الشكل اللي انا عايزة بالضبط بالضبط ما تفرقهوش ما بين الشكل الحقيقي لما تحطي كله مع بعض تفتكر ان هو كله سيم يعني كأنه لسه ما تقطعش ما تتكلش بممكن حقيقي او قرع حقيقي هادي هنا انا جبت ايه جبت بيضايا نزلت عليها نقطة واحدة من اللي هو اللون البورتقالي عشان يبقى اللون القرعة عشان يدي شكل من فوق فيه الوان الناس اللي ما تحبش الالوان تقدر يستغني عنها بس انا قرأت ان هو يعني مفوش مواد حفظة وحطيت في النص من فوق كده شوية بزور الشاية يعني ايه حق كده ان هو ده اسمه اللي بتعلي بنمسكها منها اسمها العنقود او حاجة زي كده بقى وهبتدي هنا بقى روش بسيط من برضه بزور الشاية تقدر تحطي السمسم تقدر تحطي سودانية وموقفة من النص كده زي ما يعجبك بتطغل الفورن على درجة حرارة متين بتقعد حوالي نص الساعة خطيرة يا الله حلوة حلوة جدا عجينا طريقة بتغضي يعني انا كنتش عايزة صور الصراح كنت عايزة فك وافضل عاود ااكل ريحت حلوة قوي جميل ريحت المخبوزات في البيت ليع شكل تحس كده ان ايام زمان والله في دفك كده في حاجة حلوة تبارك الله اعملوا الفطاير دي هتعجبكم وهتدعولي وعايزة اقول بتفرق معي رأيكم كتير واللي بيعمل وصفة وبيبعتها لي على الفيس واشوفها ببقى مبسوطة بيها قوي بحب ااكد برضه اني فتحت القناة جديدة يا جماعة القناة دي عشان عايزة ابتدي من جديد ويعني ان شاء الله ربنا كريم وهيكرمني وانا صبورة وان شاء الله هننجح مع بعض وهنكبر مع بعض بس يعني من الوقت للتاني كده يعني ايه زقوني شجعوني بحبكم وانو تلا حلوة قوي قوي من جوة وهي سخنة لها طعم تاني ما تسألوش ازاي ما عربش ممكن تتبديلين نوتالا وتحط الشوكولاتة صابعي الشوكولاتة دي كانت راقتنا ما تنسوش لو اول مرة بزوروا القناة تعملوا لايك وتعملوا اشتراك ودعوا حلوة من قلبكم لينا كل عام وانتم بخير كان معكم حبيبة حقيقي انجوي يام 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 يام